أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار جهود الدولة لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير منطقة صور مجرى العيون والمناطق المحيطة بها وذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس السويسي في هذا الصدد خلال الاجتماع أضف مدبولي أن المشروع يتضمن العمل على تطوير ورفع كفاءة المناطق غير المخططة وكذا إعادت الوجه الحضري للعاصمة القاهرة وظهورها في أبهى صورة لها بما يعكس إرثها التاريخي والثقفي